نبدأ مع بعض هندخل صفحة جديدة. لو حضرتك فتحت الصفحة ولقيت اتجاه الصفحة من هنا كده المؤشر هنا. خليه هنا على اليمين. هات النص بتاعك ولفصاقه هنا اللي انت هتعمل بالكتابات. تقول لي طب انا اساسا ما عنديش نص اعمله او ما عنديش كتاب اعمله. ادخل على الانترنت وافتح شات جي بي تي. اكتب كده في محرك البحث شات جي بي تي. هيظهر معك اول رابط هيجي قدام حضرتك دوس عليك. هيظهر هنا لو حضرتك مش مسجل بايميل هيطلب منك انك تعمل ايميل. فبمجرد ما تعمل الايميل سهل جدا. هتبدأ هنا تقول له اكتب موضوع عن حياة الرسول بصياغة العنوين. والفقرات يكون الكتاب مكون من عشر صفحات. وهدوس انتر. سواني وهلاقي ادان الكتاب بالمقدمة بالفصول بكل حاجة. زي ما حضرتك شايف كده. رحم الدين كتاب بالغلاف بكل حاجة. وقسم لي الفصول. وحتى عمال لي خاتمة للكتاب. هيجي في الاسفل هنا كده في علامة نسخة او اخدها كده. وهاجي في كتاب الورد عندي اللي انا هبدأ اصممه. واقول له كنترول في او هاجي هنا كده وقول له لسق. اي حاجة زي ما حضرتك عاية. فهاجي هنا كده وقول له كنترول في خلاص انا عملت الكتاب. هلاقي الكتاب اتعرض معي كده او لو حتى العرض في اي مشكلة. ممكن اجي من هنا وقول له صفحة واحدة. كده خليت الصفحة واحدة. وهاجي من هنا كده اخلي دي مية في المية. بقت صفحة واحدة معي. بس نلاحز اكتر من حاجة هتحصل عندي هنا او هيبقى فيها مشكلة. اول حاجة نشيل بتاعة السلام عليكم دي اللي هي هو الشات كتبها لي وباشيلها. وباجي من عندي الغلاف من هنا كده وباشيله برضو. العنوان باشيلها. هاجي للحاجات اللي هو عملها لشبابيك دي زي ما حضراتكم شايفين كده. وهستبدلها. طب استبدلها ازاي? تعال هنا كده وكدوس كنترول اتش. هيظهر قائمة الاستبدال. حط هنا التلات شبابيك اللي هم موجودين دول اول شباكين زي ما هم موجودين كده. نختار الاول التلات شبابيك اللي هي شفته رقم تلاتة. هنيجي هنا كده وهنقول له استبدلها لي بشرطة. اللي هي داش. وهندوس استبدال الكل. لو لاحزنا هنلاقي استبدالهم لكلهم اهم. عندي حاجات تانية معمولة شباكين بس. فياجي هنا همسح شباك من دول واقول له برضو استبدالهم لي بايه? بعلامة النقص دي. واقول له استبدال الكل. نرجع نغير صيغة الخط كله في الصفحة. فهنبدأ نحدد كنترول ايه الصفحة كلها? ونجي من هنا على الشريط الرئيسي نخلي اللغة انجليش ونكتب اس اي ام هلاقيه جاب لي سيمبل فيد ارابيك. فهبدأ ادوس انتر عليها. وبعد كده هخلي النص ستاشر. كده خلاص انا خليت الخط كله ستاشر في الصفحة. هنيجي بقى قبل ما نعمل اي صياغة في اي حاجة في العنوين والكلام ده كله. تعال بقى نزبط الصفحة بتاعتنا. فاول حاجة هنروح من هنا من ملف. وهنختار خيارات متقدمة. وبعد كده هننزل على خيارات متقدمة من هنا. وننزل على حاجة اسمها عرض. هنلاقيها هنا دلوقتي. هنلاقي القياس عندي لو بالسنتيمتر هخليه بالبوصة. وادوس موافق. انا عايز ازهر الهوامش. من على المسطرة دي وبادوس دابل كليك كده هون. او من تخطيط اعداد الصفحة جنبها ساهم هنا كده بدوس عليه. بيزهر لنفس القائمة دي. طب لو انا اساسا ما عنديش المسطرة. تعال هنا في قائمة عرض. وروح على اللي جنبه للمسطرة ده. دوس عليه كده. هتلاقيه هو العلامة دي بتشالها. دوس عليه علمها. هتلاقي المسطرة ظهرت هنا. ارجع الشريط الرئيسي. ودوس هنا على طول ورا بعده. هتظهر مع حضرتك القائمة دي زي ما قلنا. هنيجي هنا اول حاجة في نوع الوراء. هنختار بعد كده العرض والارتفاع. دول هنغيرهم. المطلوب هنا ان انا خلي العرض خمسة ونص. هقول خمسة ونص. وهنا الارتفاع هخليه تمانية ونص. وبعد كده تأكد انه تطبيق على كامل المستند وهدوس موافق. دي اول خطوة عملنا. هبص الصفحة عملت عندها حضرتك ازاي. تعال بقى تاني. ارجع غير اللي انت عملتها بالبوصة. فهنيجي من هنا من خيارات. وبعدين خيارات متقدمة. وانزل على عرض. بدل بوصة خليها سنتيمتر. ودوس موافق. ارجع دوس هنا او من تخطيط. زي ما قلنا جنب اعداد الصفحة كده. تعال على السهم ده ودوس عليه. ادخل على هوامش من هنا. وخليلي الهوامش دو كلها بقى اتنين سنتيم. فهنيجي هنا ونقول اتنين. اتنين اتنين. هامش التوسيق هنخليها نص. وهنا موقع هامش التوسيق هتبقى يمينا زي ما هي كده. وهنيجي هنا على صفحات متعددة. ونخليها هوامش معكوسة. بص شكل الصفحة عمل ازاي? وهندخل بعد كده على تخطيط هنا. هنقول اتجاه المقطع. هنخليه من اليمين لليسار. ومن هنا صفحة فردية وزوجية مختلفة هنعلم عليها. وصفحة اولى مختلفة هنعلم عليها. وهنا محاذاة عمودية هنخليها توسيط. عشان ده يزبط معايا في اتباعة. وبعد كده هدوس موافق. هنيجي جايين هنا بقى عايز اعرض دول كل صفحتين هيبقوا صفحة. يعني كل صفحتين في الكتاب عايزهم هيبقوا جانب بعض في المقابل. فهنجيبها ازاي? هننزل من هنا كده على علامة المية في المية اللي في الاسفل دي وندوس عليه هدوسها هتزهر قدامي القايمة دي. منها هاختار هنا عدة صفحات. ومن هنا هدوس على السهم اللي في الاسفل ده. واختار واحد في اتنين. اهي بص كده. واحد في اتنين. ومن هنا هخلي دي مية في المية. ممكن هدوس دول الكليك عليها واجتب مية. وادوس موافق. كده ده بقى شكل الصفحة عندي اهي. وهلاقي دي واحد وتسعين ممكن اجي بالزائد واخليها مية. بس خلاص كده اصبحت كل صفحتين امام بعض قدامي. نيجي بقى للتنسيق بتاعنا. هنيجي هنا اول حاجة عشان ازبط الدنيا قدامي هروح على الشريط الرئيسي وفي علامة عندي هنا ازهار المسافات في صفحة الورد. بدوس عليها كده بلاقش صفحة عملتلي كده ما تقلقش. هو كل علامة بتظهر قدام حضرتك كده. بتعني ان في مسافة هنا ممكن تستغل لها. فممكن اجي في الاول خالص واقول كتاب عن بعد كده حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. دي كده هتبقى اول صفحة. وهنزل تحتها كمان اعداد شفت نقطتين الف. وهكتب اسم المؤلف او المعد. هنقول محمد مبروك مثلا. وهدوس انتر. من اول ما جيت هنا انتر هبدأ الصفحة التانية بتاعتي. طيب. الصفحة بتعتي هبدأها ازاي? الاول اشل المسافة اللي هنا دي. فهاجي واقف هنا كده وادوس واحدة. فهيطلعني هنا يبقى في مسافة واحدة هنا. هاجي بعد اول صفحة انا عايز بقى اعمل المحتويات. هيبقى صفحة المحتويات. فهاجي همسح اللي بينهم ده كله. نلاحظ هنا كده. عندي صفحة المحتويات بقيت ايه? بعد دي. فهاجي في اول صفحة المحتويات كده اهو وهشيل العلامة دي. وهاجي ادوس انتر. هاجي اقف هنا قبلها كده على طول. يعني قبل صفحة المحتويات. هاجي من تخطيط ومن الفواصل. واضغط عليها واقول الصفحة التالية. لو لاحظنا هنا اخر الصفحة كده عمل صفحة جديدة. هاجي بعد محمد مبروك كده عشان اتباعها تبقى مزبوطة معي وادوس انتر. كده انا خلاص خليت دي هنا كده. دي صفحة. دي الصفحة التانية هتبقى المحتويات. بعد كده هتبقى المقدمة. فهنزل السطر اللي هو بعد دي. يا جماعة العلامات دي بتتشال معي بعد كده. لو جيت الشريط الرئيسي. ورفعت هنا كل العلامات اتشالت اي. فالعلامة دي بس بتعرفني اماكن الفراغات عندي. فهدوس عليها تاني كده. وانا واقف هنا هرجع تاني على تخطيط. والفواصل واقول له الصفحة التالية. يبقى اصبح عندي هنا اول صفحة. بعد كده الصفحة اللي بعدها صفحة المحتويات او الفهرس. بعد كده هتبقى المقدمة. فهاجي اشيل كل ده من اول هنا. وامسحه عشان انا مش عايزه لان انا هعمل مقدمة. وهاجي برضو هنا في كل الحاجات اللي هو عامل هالي هنا دي. هنمسح دوق. وهاجي هنا برضو في الترقيم ده همسحه. انا عايز بس المقدمة. لو نلاحز كده انا بامسح المسافات اللي هي ما بين كل فقرة والتانية. فاصبح عندي هنا لو لاحظنا. هنا المقدمة هي. وبعد المقدمة هنبدأ بالفصول. فهنيجي هنا كده بعد المقدمة وهدوس انتر. وهاجي من هنا من تخطيط زي ما انا كده وهقول له فاصل. ما ندركش فواصل بالانتر عشان ما اتلخبطش الطباعة. دي طريقة الطباعة وتنسيق الطباعة للكتب يا جماعة. هنيجي على الصفحة التالية. كده خلاص انا نزلت تحتها. بعد كده الفصول الفصل الاول ميلاد الرسول ونشآته. هنشيل العنوان دي خالص. لان انا مش محتاجة. وهشيل الانتر اللي هنا دي. والانتر دي. خلاص يبقى الفصل الاول ميلاد الرسول ونشآته. وممكن اخلي الفصل الاول دي اخليها صفحة لوحدها. وابدأ اخليها تحتيها. او ممكن اخليها فقرات زي ما هيحصل معنا دلوقتي. عندي الفصل التاني هنا هو. بس الاول نشوف نشيل المسافات دي. من اول الفصل التاني هدوس انتر هنا. وهاجي في البداية كده. امسح الاول المسافة دي. وهاجي في البداية هنا كده. او من هنا كده. وهقول له فاصل صفحة جديد. يبقى اقول له الصفحة التالية. يبقى هنا الصفحة الفصل الاول. هنا الفصل التاني. وتنزل بقى بالطريقة دي على كل فصل لحد ما تخلص الفصول بتاعة حضرتك. ده الفصل التالت اهو. خلاص بقت الصفحة بعانها زي كده عايزين ننسق بقى فيها. فعندي اول صفحة اللي هي هتبقى الغلاف فهاجي في اول واحدة. اللي هي كتاب عنه. وممكن اختار النص اللي انا عايزه. وهنا حيات الرسول صلى الله عليه وسلم. هاجي من هنا اختار برضو النص اللي انا عايزه. ده هيبقى شكل الغلاف بتاعي. اللي هي اول صفحة. هنزل برضو على تاني صفحة المفروض هنا. وبعد كده المقدمة. بعد تاني صفحة اللي هي صفحة المحتويات. هتقول لي طيب صفحة المحتويات عملها ازاي? هقول لك نعملها بطريقة جميلة جدا بس الاول نبدأ نعمل تركاز غيره. هنا عندي المقدمة ده. اخليه عنوان فارعي هيبقى زي الخاتمة والكلام ده كله. فهنجي هنا المقدمة هنبدأ من الانماط دي يركز معي بقى. هنعمل انشاء نمط. وهنجي من هنا نقول تعديل وهنجي في النمط. نختار خط معين. ممكن اخليه الخط ده كده. وممكن وممكن اخليه عشرين. واخليه هنا في الوسط. واجه هنا اضافة الى معرض الانماط وبعد كده تحتيز تلقائي. وخلي اللون كمان لو عايز اللون بقى ممكن اخليه اي لون انا محتاجه او محتاج اخليه بنفس الطريقة اللي انا اعملها بياه. فممكن اخليه اللون ده كده. واقول موافق. لو لاحظنا بص النمط بقى ايه. انزل بقى على خاتمة كمان في الاخر اللي هي دي. حددها ودوس على نمط واحد. اطلع بقى كمان عايزين نعمل حاجة تانية. اللي هي عنوين الفصول. فهنجي عندي المقدمة في تنسيق الصفحات. فاول حاجة هنعملها هنا هندوس على العلامة دي. اللي هي ازهار المسافات. فخلاص عندي هنا تمام. وهنا تمام اهيه. صفحة المحتويات. هاجي بعد كده المقدمة. بعد المقدمة عند المفروض الفصل الاول. ميلاد الرسول ونشآته. فهنيجي على الفصل الاول كده لو انت عايزها في صفحة وحدها. هتيجي بعد الفصل الاول هنا كده. شيل النقطتين دول زي كده. ده اول الصفحة بتاعتي. فهاجع هنا على النص ده. وهبدأ اغير النمط بتاعه عشان اعملها مرة واحدة بس ومش هتتعمل تاني. فهاجع على الفصل الاول وهاجي هنا اعمل نمط برضو وسميه الفصول. هاجي انشاء نمط. واكتب هنا الفصول. وهاجي هنا على تعديل. واخلي بقى الانماط كلها بتاعة الفصول هتبقى خط واحد. فهنزل هنا كده اختار خط. ممكن اخليه كده. وممكن انزل اخليه عشرين. وهخليه في الوسط. وهخلي اللون بتاعه باللون ده. نجرب مع بعض كده اضافة لمعرض الانماط وبعد كده تحديث تلقائي. ونقول له موافق. نشوف كده الشكل عندي. نشيل العلامة دي ونشوف شكله كده كويس جميل. وممكن اتكبره كمان شوية بس انا يفضل اخليه كده. عايز تكبره شوية. تعال هنا ادي عندك الفصول اهو. دوس عليه. وبعد كده تعديل. وتعال هنا بدل عشرين خليها اتنين وعشرين اهي. ودوس موافق. ده كده الفصل الاول. انزل بقى على الفصول. ادي عند الفصل الاول. ده الفصل التاني هيبقى نفس الموضوع. شيل النقطتين دول كده. دوس على طول. هتلاقيه جابلك دي اسفل دي. الفصل التاني برضو. زللها زي كده ودوس على الفصول هتلاقيه زبطها لت بنفس النمط بتاع الفصل الاول. امشي بقى كده فصل فصل. ادي عند الفصل التالت اهو. برضو الفصول. هنشوف الفصل التالت بيتكمل فين. الفصل التالت اخره كان هنا هو. وهيبدأ هنا الفصل الرابع. فهاجي هنا كده. بعد دي كده على طول وهدوس انتر. ومن هنا هاجي على تخطيط. ومن الفواصل واقول له الصفحة التالية. كده بدأت صفحة جديدة من اول الفصل الرابع ايه. هشيل العلامة اللي قبل الفصل الرابع بدليت. هي الموضوع سهل يا جماعة بس هي مع الوقت. هتعرف ان الموضوع سهل. فهي محتاجة تكرار بس. هدوس على الفصل الرابع. هزللها زي كده. وراء على الشريط الرئيسي واختار الفصول اللي انا عملتها. يبقى دي عندي الفصل الاول التاني التالت الرابع. ننزل نشوف برضو الخامس فين. ادي هنا عندي دي اخيرة هي هي هتبدأ الخامس من هنا. فهاجي بعد عديلا دي. وادوس انتر. وهاجي من اول هنا هسيب العلامة زي ما هي هنا كده والتخطيط. بعد كده فواصل هقول له الصفحة التالية. كده بدأت صفحة جديدة هي اللي هي الفصل الخامس. اعلم عليها واروح على الشريط الرئيسي. وادوس على الفصول. اصبح الفصل الخامس معايا. نفس الحكاية السادسة اهو. تعال هنا في اخر حاجة في الخامس. وادوس انتر. واطلع على تخطيط. وقول له الفواصل. الصفحة التالية. بدأنا صفحة جديدة هي. اعلم على الفصل السادس. واروح على الشريط الرئيسي دوس على الفصول. وتقدر تفرق الفصول الاول ومرة واحدة تعمل دول. يعني انا ممكن عندي الفصل السادس. هاجي عندي السابع. هاجي هنا كده وادوس انتر. وبعد كده هدوس على تخطيط. واقول له الفواصل. والصفحة التالية. خلاص دخلت على الفصل السابع. هاجي على التامن برضو. في اخر حاجة في السابع. هدوس انتر. ومن هنا على الفواصل. هقول له الصفحة التالية. هلاقي نزل معايا في الفصل التامن. بس خلاص كده الخاتمة هعملها لوحدها. فهاجي بعد كده معلمة الرحيمة. هدوس انتر. واقول له الصفحة التالية. خلاص بقت الخاتمة هنا لوحدها. خلاص كده انا زبطت دول اطلع بقى اشوف الفصول عندك. اللي محتاجة تتزبط. قد الفصل اول. التاني التالت الرابع الخامس السادس السابع محتاج ازبط السابع هزلله زي كده وراء عشرية الرئيس الفصول هنزل برضو على الثامن هزلله زي كده وهقول له الفصول لو شلنا العلامة دي بها هتبان معاك الفقرات زي كده مظبوطة كلها فهنرجع تاني نحط العلامة بس عشان نعرف الفواصل بتاعتنا خلاص خلصنا دول بقى هنحتاج اللي هو العنوان ده اللي تحت على طول الفصل الاول يعني مثلا عندي ميلاد الرسول ونشآته فده هيبقى عنوان فرعي اتنين مثلا فممكن هجي اعمل كده واقول له عنوان رئيسي مش عنوان فرعي فهاجي هنا برضو في الانماط واجه اقول له انشاء نمط واقول له عنوان رئيسي عنوان رئيسي والعنوان الرئيسي ده همشي بحاجة تمشي معايا على الكل عارفنا ليه بعمل انماط عشان اطبق على الكل فهاجي هنا من تعديل وعنوان رئيسي هه هغير الخط انزل على اي خط بقى معايا برضو غير دول طبعا قائمة الخطوط كتيرة جدا ممكن اخليه كده وممكن اجي هنا واخليه بي وهنا خليه عشرين واللون ممكن اختاري اللون اللي انا عايزه بالطريقة دي وممكن اخليه هنا كده وهخليه متوسط واقول له هنا اضافة وهنا تحديث تلقائي وهدوس موافق اهو ميلاد الرسول ونشآته شلي العلامة كده ده شكل اهو تعالى بقى كده ادي عنوان رئيسي ههو طبق على كل العنوان الرئيسية عندك ادي الفصل التاني اهو وادي الفصل التالت ممكن تحددهم كلهم مرة واحدة وهنيجي هنا سنوات الدعوة وهنا الهجرة للمدينة طب بحدد ازاي بعد اول عنوان قبل ما دوس على العنوان التاني بدوس كنترول في الكيبورد افضل دايس عليها ودوس كده حدده لي معايا وانا دايس كنترول في الكيبورد برضو هدوس على ده انا كده باختصر وقت لكن انا ممكن احددهم واحدة واحدة اخلاق الرسول كده حددتهم التمانية معايا هم لو لاحزنا انا ظللتهم كلهم تعالى بقى على عنوان رئيسي ودوس عليها دوسة شكرا بس كده شلي العلامة كده ده شكل العنوين عني رجع تاني العلامة هتقول لي تب انا مش عارفة اعمل دي اهو بلاش تعملها حدد واحدة بس كده زي كده من غير ما تدوس كنترول وروح تدوس على ايه عنوان رئيسي اهي بس هنيجي بقى دي العنوين الفرعية بتاعتي دي اللي هناخد منها المحتوى يا جماعة ده هيبقى المحتوى بتاعي صفحات المحتوى او قائمة المحتويات هتبقى من الحاجات دي هتقول لي اي حاجات اللي هي زي شبابه عملوا طيب نرجع لها ازاي او نجيبها ازاي تعال هنا كده بقى ادي شبابه ده هيبقى عنوان فرعي فهنخلي العنوان واحد عنوان واحد عشان يجيبه معايا وطبعا في اللغة الانجليزية هتلاقي ده مكتوب عليه هيدر فهنلاقي هيدر واحد فتعال ادوس عليها كده وقول له تعديل ليه تعديل عشان اعديلها بالنمط اللي انا عايزه فهاجي من هنا ممكن اخليها الخط ده كده وممكن اخلي الخط بيه يبقى تقيل وممكن اخليه باللون الاسود بقى عادي او اي لون انا عايزه ممكن اخليه كده وممكن اقول له كده تحديث تلقائي واقول له موافق بص كده شكله هيبقى ازاي تعال اعلم عليه كده ثانية واحدة اعلم على شبابه كده واقف هنا دوس عليها اهي بقى ده الشكل اهو بتاعها طيب الحاجة التانية عملوا ممكن بقى بنفس الطريقة اللي عملناها عملوا هدوس كنترول في الكيبورد وانزل على نزول الواحي اواخد النص كله معايا ودي بداية الدعوة مش عارف اعملها ممكن تعملها بقى واحدة واحدة اهيه ادي عنوان واحد نزول الواحي بداية الدعوة مش عاجبك النمط ده اروح معديله اهو تعديل انا مش عاجبني اللون فممكن اخد اللون ده والخط لو مش عاجبني ممكن اجيب خط غيره برضو عادي مفيش اي مشكلة ممكن اخليه كده برضو معجبنيش الخط ممكن انزل هنا كده ممكن اخليه بالطريقة دي وهدوس موافق بصا هو بقى العنوان واحد بصا ما غيرت هنا كله تغير مرة واحدة هو لو لاحظنا هتقول لي طب المربع ده اقول لك بصا ما تشيل دي هيتشيل كل المربعات دي تعال بقى هنا بداية الدعوة عمله تعال هنا عالتحديات طب نشوف فيه طريقة برضو ممكن نجي من هنا ونقول تحديد كل النص المماثل بس لو دوسنا على دي هيجيب لك كل فهنجي بقى هنا كده ادي عمله هنجي برضو على التحديات وناخد دي معانا واحنا دايسين على كنترول ونجي هنا على هيجر الحبشة وهنا بناء الدولة هدي دول اربعة هم اروح ندوس على العنوان حددت الاربعة هنا انزل تاني هنا الغزوات دوس كنترول في الكيبورد وخلي ايدك دايس على الكنترول تعال جنب فتح مكة حددها كده ظللها السلام والمعاهدات وانت دايس في الكيبورد على كنترول انزل كده تعال على الاخلاق تعال على الصفات الشخصية وروح دايس على انوان اطلع بقى كده هتلاقي كله تحدد عايز اقول لك كمان على حاجة لو انت عايز تروح بقى لكل الحاجات اللي انت حددتها مرة واحدة دي اقف كده على اي واحدة فيهم وروح هنا على تحديد وقول له تحديد النص زيد تنسيق المشابه بص اول ما ندوس عليها كده سحر عرفت ليه انا بقول لك اشتغل بالانماط الانماط هتريحك جدا في حاجات كتيرة اول تعال بقى اطلع هنا كده على صفحة المحتويات اقف فيها وادخل على مراجع واختار جدول المحتويات واختار منه اتنين بص اول ما ندوس عليها ايه اللي هيحصل شوفين الجمال طب تعالوا بقى هنا كده نشيل العلامة اللي هي بتاعة الفراغات بص كده خدت بالك ان هو عملك كل انت صغته في الصفحة مع نفسه ليه لان انت حددت له العناوين الفرعية اللي هي هنا تمام تعال بقى هنا شيل صفحة المحتويات اللي انت كاتبها ملهاش لازمة خلاص ودي كده ممكن تخليها في الوسط اهيه وممكن تخليها تقيلة وممكن تحط تحتها علامة كده انزل بقى تعالى هنا كده في اي واحدة في دول احنا خلاص عملنا ده كله عندي المقدمة برضه هي عايز تغير المقدمة او تغير النمط فيها تعالى من هنا على النص واختار اي نمط يعجبك بقى في الخطوط زي كده ممكن نخليها دي كده يعني ممكن اخليه خط ديواني وممكن كايروبولد وممكن اختار بقى الخط اللي انا عايزه اخترت الخط ده اهو اسمه الجزيرة قرابيك هاجي بقى اخلي الخط في المتوسط في الوسط هنا وكبره شوية زي كده وممكن ادي له اي لون من عندي يمشي مع الصفحة يبقى دي المقدمة اهي طيب نايس ايه في الكتاب كده ان احنا الرقمه طب تعالى بقى نعمل تركيط الترقيم تعالى في تاني صفحة اللي هي فيها الفيهرس كده وروح دايس دابل كليك هنا كده على على الهيدر اند فوتر اهو في الاسفل هنا كده دابل كليك خلاص فتعلى كدر اند فوتر تعالى بقى من هنا لو انت على الشريط الرئيس يدخل على ادراج وبعد كده دور على ترقيم او رقم الصفحة من هنا واختار اسفل الصفحة وبعد كده انزل على رقم عادي اللي هي هنا هل لقى ايه عمل ترقيمة اهو واحد اتنين تلاتة اربعة بنفس الطريقة اللي احنا ماشيين بها قدامنا هنا طب تمام الترقيم عندي هنا في العالي شوية طب عايزة يخليه ينزل معايا شوية تعالى هنا كده حط الموس هنا كده وروح دايس ضغطة واحدة على مفتاح ديليل هتلاقي نزلك الكتابة دي تحت دوس بقى هنا اغلاق الرأس والتزيل تمام عندي حاجة هنا محتاج اشيلها الصفحة الاولى انا مش عايز ترقيم لصفحة الغلاف الغلاف ما بيتحطش عليه ترقيم تعالى في الصفحة التانية زي كده ودوس عليها ده بالكلك اول ما فتح لك هنا كده وحضرتك هنا لو انت على الشريط الرئيس يروح برضو على رأسي وتزيل الصفحة هتلاقي حاجة مكتوب عليها ارتباط بالسابق هتلاقيها متعلمة كده شيلها تعالى هنا بقى كده دوس تاني احنا دوسنا هنا هتقول لي ما تلغاش على الواحد دي زللها كده ودوس عليها دي ليه وروح دايس اغلاق هتلاقي الصفحة التانية والتالتة والربعة ما تأثروش معاك ارجع بقى كده ودوس كنترول اف اتنين ده شكل الكتاب على فكرة انا هرفع لكم الكتاب ده عشان لو حد عايز يبص للطريقة او يعمل زيها خلوا بالكم انا عملت كتاب من ما فيش حاجة ممكن حضرتك تعمل كتب بقى عندك عن اي مادة موجودة لو حضرتك مدرس اي مادة تقدر تعمل كتب زي كده وتنشرها للطلب عنها طيب هتقول لي انت كنت عامل غلاف شكل حلو كده ومنصق جميل هقولك تعال هات اكتب على جوجل كده اغلفة كتب وهات اي صورة غلاف وادخل على اي برنامج زي كانفا او فوتوشوب زي كده وروح عامل فيه صورة الغلاف زي كده بعد ما بتعمل الغلاف او لو بتشتغل على الفوتوشوب اكتب صورة الغلاف زي كده وروح عاملها ودوس حفظ احفظ الملف بصيغة بي ان جي يعني هاجي من هنا كده واقول له اكتبورت واختر اكتبورت وطبعا هو كده كده هيحفظ لي الغلاف بصورة بي ان جي اوه فهدوس طبعا انا حافظها عند اهي اهي اللي هي غلاف كتاب فهرجع هنا تاني في الاجراء وهاجي بقى حط الغلاف هنا فهاجي على اول صفحة لو انا مش عايز الطريقة دي طب لو انا عايز اعمل غلاف من داخل الصفحة نفسها بقى هنا وممكن تيجي عن طريق ادراج واشكال وتختار اشكال وتبدأ تصم منت غلاف بطريقة معينة بنفس النمط زي كده مثلا يعني ممكن حضرتك تيجي تعمل غلاف زي كده وتبدأ تدي الاستروكات اللي عايزها والشفافية وتعبئة الشكل من هنا تلغي التعبئة تقول له بلا تعبئة خالص والحدود تبدأ تغير فيها وزي ما انت عايز بنفس الطريقة اللي حضرتك عايزها وهنا السمك تقدر تغير فيه زي ما حضرتك شايف بالطريقة دي طب انا مش عايز بقى اعمل الموضوع ده وعايز اجيب غلاف من الخارج تعالى في ادراج من هنا وتعالى على صور ادراج صورة من هذا الجهاز اضغط عليها واختار مكان الصورة ما هي محطوطة عنده حضرتك فانا عندي الغلاف اهو هدوس عليه هلاقي الغلاف ظهر كده قبل ما اعمل اي حاجة في الغلاف اول حاجة هدوس على الصورة كده واجي من تنسيق الصورة واخلي التفاف الموضع اخليها امام النص دي اول حاجة عني تاني حاجة احاول اخلي الصفحة دي تبقى صفحة واحدة عشان لو اعد تنقل كده هلاقي بص بتعمل معي ازاي فهاجي من هنا من علامة المية دي وادوس عليها واختار من هنا مية في المية وهتبقى صفحة واحدة يعني اول معلم على مية في المية دي وعدة صفحات خليها صفحة واحدة وتعال هنا مية في المية وادوس موافق كده خلاص بقت صفحة كبر هنا شوية كده عشان تشوفها اطلع بقى بالتنسيق اللي حضرتك عايزه كده هاجي اخد ده كده واجيب الصفحة انا شايف ان هي كده بالطريقة دي هتبقى مناسبة ده شكل الغلافة اهو ارجع بقى كده وادوس على مية هنا وخليك على عدة صفحات اللي انت كنت تعملها هنا خلي دي مية اصبح كده ده شكل الكتاب تعال بقى هنا دوس كنترول اف اتنين كده ده شكل الكتاب بتاع حضرتك ادي الصفحة الاولى التانية التالتة الرابعة وهكزا وتقدر لو عايز تودي المطبعة كمان وتتبعه هيطبع لك زي اي كتاب حضرتك بتشوفه هارفع لحضرتك الكتاب واقولولي ايه رأيكم في التعليقات وهل استفدتم من الفيديو ده ولا لأ ولو حضرتك مش مشترك في القناة يشرفني انضمامك وارجو من حضرتك تسيب تعليق اسفل الفيديو اعجاب عشان لما ما بتسيبش حضرتك تعليق اسفل الفيديو والاعجاب اليوتيوب بيفتكر ان الفيديو ده اساسا فاشل فمش بيبدأ ينشره للناس كنت معكم محمد مبروك من قناتكم المفضلة نبزة ابداعية اترككم في رعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا الله حضرتك اشتركوا في القناة